مرحبا بكم لقناتنا الخاصة قناة اولاين ميديا ناد كيفما تعودنا في كل يوم عنا اخبار و احداث جديدة و متنوعة بو موضوع اليوم بيش نحكيه فيه على علاقة رملة الذويبي بزوجها علي الشابي وشنوها داخل المنج الشابي في الحكاية بو كما تعرفوا انه علي الشابي مؤخرا ادعى انه مريض جسديا او كما نقوله احنا عضويا قال الي هو مصاب عفنا واعفكم الله بمرض السرطان الي تأسفت مع هالناس الكل الي يحبوه واللي نعرفوا انه علي الشابي محبوب برشا وعنده جمهور كبير برشا مش في تونس بركة في المغرب العربي بصيفة عامة حتى في الاوروبة زادا يحبوا علي برشا ويتابعوا في البرامج متاعو وما يمنعش انه البرامج متاعو كلها ناجحة اصون بورصون ما فماش برنامج خاص فيها علي الشابي وما كانش ناجح الا انه علي الشابي تدهورت حالته النفسية برشا 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 من بعد حتى العضوية زادا الجسدية من بعد زواجه الثالث كما نعرفوا انه علي الشابي الاعليمي التونسي المتقلق متزوج كثه مرات المرة الاولى عنده منها ابنية واسمها نانسي المرأة الثانية عنده منها ولاية اندونيس ومرأة الثالثة اللي هي رملة ذويبي مزل ما عندهم حتى بيبي المفيد علي الشابي مؤخرا ادعى انه مريض بمرض خبيث وقال انه ما زاله وكان شهر في حياته ربي طول في عمارني الناس الكل كيف كيف التجأ الى السلطات التونسية باش تدخلوا باش يسافروه بطبيعة البرة بحكم انتو ما تعرفوا انه كورونا وممنوع علينا السفر مسكر الحدود لكن دخلت له بالسلطات الوطنية والتونسية مع السلطات الخارجية اللي هي الفرنسية باش يخرج يعالج ويكمل التحليل المطلوبة عليه ونسافر علي هو وزوجته الفرنسة بطبيعة وقال انه بدأ معانتها في اسكانيخ وبدأ في التحليل وقالت الناس كل التبع فيه قاعد ينراه في علولو كل يوم في الغستو هو وزوجته ورملة ما رينيهش في بلاسة اخرى ما رينيهش متأثر بالعكس هنا علي فرحان عام البون كيف شيخ مرستور ريستور رينيه كيف كيف يحاوس في البلاد في الفوتور كي مرينيه حاوسو ابيه اذا كل ما ما يهمنيش فيه بطبيعة لخاتر بطبيعة نعرف انه المريضة المرضة الخبيث لازم يكون مورالو عالي وعالي جدا باش ينجم يقاوم باش ينجم يقوي المناعة بون قال انه عمل اسكانيخ والبداية من زينة برشة بحكم انه في تونس قالولو انه الورم منتشر في بدنه كامل وانه مزالو شهر فقدته ويتوفى اللي اطفع ليه الرب يطول في عمره الا انه كيمشي لفرنسا مع انه مسكانيير لول اطلع انه لابس عليه وما عنده حتى ورم في بدنه وليسكانيخ ثلاثة اللي عملهم في تونس طلعوا غالطين هذا حسب قوله هو بطبيعة في الباساج اللي كان مع نوف اللورتيني في قانت التسعة اللي عملوا عبر سكايبلي تستدعوا بنته الننسي شابي المفيد اللي حاب يرجع يتفرج فيه بطبيعة قال ايضا انه عمل تحليلة والتحليلة تطلع بعد عشرة ايام هذا اللي استنكروه العديد من الاطباء في تونس وخارج تونس قال لك عمره مثل تحليلة الكانسير اللي اطفع ليكم يكون مدو عشرة ايام قال راه يطلع في 24 ساعة ما كثرش مع انت انتي حالة استعجلية وعندك اقل من شهر بشتغيش وتقول تحليلتي تطلع بعد عشرة ايام عالي ما اختفي وقت اللي الناس بدي تقصف فيه وقت اللي الناس بتتهم فيه انه يكذب بكل اختفي معاش نعرفوا عليه حد شي الناس بدي تطالب التحليل ويني تحليلة ويني تحليلة كيف كيف عمل بساج اخر وقال انه تحليلة منزللها 15 يوم معددش عشرة ايام واختفي عليه قاعدين نروا فيه كان يعمل معنتها في استغلية على الكونت عمرته في الانسجرام رملة معاهم اصحابهم قاعدين محتفلين حتى المحامي متاعو مشيل برا تصور هو ايه معندو اصحابه اخرين مشيلو بالطايرة الخاصة عداوهم معاه الفاكنس غاديكا ومش قاعدين نراو فيه عليه فيه حتى تختمون عليه اللي بيساعدين ما عندو حتى حاجة اصلا من اللي خرج من تورس ما عندو حتى شي جيست عندو مشكلة ومشكلة كبيرة بطبيعة ما نتصورهاش بشتوفه او ما نتصورهاش بش يلقى فيها حل المشكلة وين انو عالي الشي بيو رملة بش يتلقو ساييه كما نعرفو عم ناول وصلوا لطلاق ورجعها ونكرقوا دب الناس وقال ليه وزوجتي ومدرشنوا وكنت مسافروا وجيت نلقاهم بش يتلقوني منها وهي الحكيه ما فامش منها وهي الحكيه بالمنجد كان بش يتلقو اه من بعد رجعوهم لاصحاب بو اسني نفس الكاء اه كانت رملة ذوي بيغض بينا في رمضان في شهر رمضان ولي تابع في رملة على الانستغرام اكيد راهو تفرج فيها شهر رمضان كامل على خطرة عدته معنا اسباح وليل حتيكش الوقت الصحور احنا معاها في اللايف تقدمنا في الديكونسي على الشعر على الزين على الخدوي كوسميتيك كيف كيف تخدمها تطعم في الاشهار نروا فيها متبدلة شوية رملة مش كيف عادتها بحكم انه نتابعوا فيها ديما ونعرفوها ونعرفو كاركتيرها مليح لانه المرة هذي رملة مستيقى ومستيقى برشا ما حابتش حدا تخر بدل الجو شوية مع اخويتها ومع عائلتها نرى انه علي مشيدها في العيد حاب يراضيها قاعد عمدهم بدل يجوغها كيكا لكن رملة ما حابتش ترجع معاه ورنا انه علي يتجول واحده في توزر ورنا انه رملة تتجول واحده في توزر كل واحد في كرهبته الخاصة وكل واحد مشي واحده ما حابوش يمشيو مبعضهم ورفضت انها ترجع له شنو السبب علاش وشنو اعمل عليه باش انه يراضي مرتو عليه الثاني عيد روح على روحه لتونس مين با احنا تابعوا فيه كيف تفيه يهبط بالستوغي بتاعه اجوغ اكتيف الراجل برشا معانيتها ليه بالستوغي يهبط في حاجة تدل انه معانيتها فم افريق بينه ومرتو بينه انه متقلم برشا بحكم عليه يحب هاي برشا يحب رملة برشا برشا قال لك من بعضها من الجمش نعيش وهذا حكيه العائلة لكل اقل لك يعبدها عبادة معانيتها من بالمنجد من بعد رملة ما عادش ينجم يعيش كمبليتما يدخل في حالة هستيرية ما عادش لنجم ياكل اللي يشرب ليقابل الناس علي ديغيك تومون مسفر تعدى للكلينيك حاس ما قال هو وقعدت ثمانية سوية وانا في الكلينيك من بعدها طلع بحكاية انه مريض ونزل في استوغي متاعه انه مريض بمرض خبيث وانه ما عادش البرشا معانيتها باش يتوفى مزلوا شهر في حتياته يتغلب على الورم هذا يغلبو هو وهوني بدي التعاطفة متاع الناس الكل حتى ليكرهوه وليه ومعاه بحكم انه مريض نعرفه ما فيهوش شميتا قالوا هوني الناس قاعدت شرشي عاليش بيه كفيش مريض مش بيه نعنيه حتى كي جاي في الباساج في تيفي عنده تسوير لابس ليونات وقال انه معانتها ليونات هذيك بسبب عنده التهاب في العيين والالتهاب بهذا بسبب استفائح المضروبة معانتها الناس الكل صادقة الناس الكل اللي بكيت عليه ولي يدعي له بالخير ولي يدعي له بالشفاء يديك هي حقيقتهم سافر عالي مريناهش في عاليش كومبليت معو مريناهش في اللوبيتال الجملة واحدة مام كان في الريستو كان في الكياسات يحوسو كان في سهريت البرة اكهو مريناهش يعاليش بديت الانتقادات وبديت الشكوك تكثر وبديت حتى الشكوك من العائلة فمش كوني ايد فيها من العائلة قال لك انه عالي لباس عليه ما عنده حتى حاجة ما عنده حتى مرض عضوي مش مرض الخبيث ما عنده حتى مرض عضوي قال لحكي هذيك عملها جلست على خط الرملة كانت غضبينه في دربوها وحب يرجعها بكل الوسائل لكن ما حبش ترجع معاه حاجة اخرى عملها هذي طريقة والوسيلة الوحيدة بشي نجمي رجع مرتو ادعى انه مريض بشي خرجها فاكنس ويحاول يتقرب لها بحكم انه مرتو تحب لي فاكنس برشا تحب لي وياج وتحب يصفر انسينا عايشة من السابق معانتها هكا في الريتم هذا الاغ اديك الحاجة الوحيدة اللي تفرحها قال نغتنم الفرصة ونخرج مرتو ونحاول معانيتها الرذيها ورجعها ليا ونحاول نخليها تسخف عليا هذا بالطبيعة حسب ما قاله خوه المنجي الشيبي في التصريحة متاعه قال جيست بالعاني بشي رجع مرتو كما قال المنجي الشيبي انه على الشيبي خوه تلاعب بمشاعر الملايين وتلاعب بهيبة الدولة وقتها الناس الكل دارت على المنجي الشيبي وكذبوه وقالو له ليه مفهمش منها لكنه للأسف الشديد نلقاه عليه لابس عليه بالمنجد عمره وممشيه ومعمل حتى تحليله وعمل حتى سكانيخ ولابس عليه من لول أصلا ما عندوش عليه بشي عمل حاجة هذية كما رينا علي روح في طائرة خاصة معنيتها عودة عودة ملكية ما تتصوروا هيش قد ساحبه هذا انتي مراجل أعمال عندو طائرة بتبيع روح به كيف كيف من اللي روحه سهريات للصباح في البوات في الليزوتيل في كل شيء لكن لاحظنا انه رملة وحالي بديتهم ديستانس كبيرة بارشة معنيتها حتى في وجوه بعضهم ما يضحكوش خرجين مع الأزيقاء مع تماخذ تخطف الأزيقاء لكن كل واحده طولته كل واحده عايز جوه وحده عليه سيهي داخل في سنة أخرى هوني قاعدت الناس كل تسأل شنو هو سباب اللي خلى عليه ورملة متبعدين بالطريقة هذي يطلع أخوه المنج الشاب يؤكدنا انه عليه الآن يمر بأزمة نفسية كبيرة وكبيرة برشة وهو من زوي وحده ما يقبل حتى حد مهيز تريفون على حتى شخص ما يكلم حتى واحد شنو اسباب اسباب انه زوجته رملة بعد ما كملت الفاكنس في فرنسا روحت وقتله طلقني وكبشت فتليق معانتها مكبشة أصون بوصون معاتش حاشتها أبع علاء الشابي هذا اللي خليه يدخل فيه هستيريا كما هي خرجت من الدار وهزت حويجها وسيفرت بهذا عائلتها وتويكي عديو في أحلى في سوسا معاتها من نوتال لوتال هي والعائلة شيخين عاملين بانكيف وعلي قاعد يمر بأزمة كبيرة وكبيرة برشة وهي أزمة نفسية بالحق قاعد يمر بمشاكل نفسية كبيرة برشة فما برشة حاجة تخلينا مخترين برشة إذا كنا لقينا برشة تفاعل في القناة باش ننزلوا لكم شنو الأخبار الاختيرة اللي أنتم ما ما تعرفوهش وجامي سمعتوا بها وما تنسيوش لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باي باي اشتركوا في القناة